الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذا طبعا هذه الحصة الجديدة واللي تتعلقنا طبعا بالفرد الأول من الدورة الأولى طبعا الفئة المستهدوة هي القسم السادس إذن خذوا يا أبناء الأعزاء ورقة وطبعا قلام واضبطوا الوقت على طبعا حوالي 30 دقيقة نشرع على بركة الله التمرين الأول يقول لنا تقوم منهجية المؤرخ على ثلاث عمليات فكرية طبعا نحددها إذن ثلاث عمليات فكرية يقوم بالمؤرخ الأولى ثم الثانية ثم الثالثة نعم بالنسبة للتمرين الثاني عدنا واحد الوثيقة سنقرأها إن دفعت في ستة نون برج جماعة 1975 إن دفعت في ستة نون برج جماعير للتلاف وخمسمائة مغربي ومغربية نحو الجنوب لقد اخترقوا وتغلغلوا على شكل كدر البشرية متراصة الأرض المتنازع عليها وكتبوا صفحات من تاريخنا تتبقى على مدى الأيام تدرس وتدرس إنها الوثيقة أعيد قراءتها إن دفعت في ستة نون برج جماعير لتلاف وخمسمائة مغربي ومغربية نعم نحو الجنوب لقد اخترقوا وتغلغلوا على شكل كدر البشرية متراصة الأرض المتنازع عليها وكتبوا صفحة من تاريخنا تتبقى على مدى الأيام تدرس وتدرس نعم بالنسبة أولا مطلوب من نوع التعريف بالحدث ثم تفسير الحدث وهذا هو طبعا عمل مؤرخ إذن تجيب الحدث تشكون هو الحدث زمن ووقوع الحدث تحددون زمن ووقوع ومكان وقوعه ثم فكرة عامة للوثيقة إذن هذه هي المهجلة ينهجها المؤرخ ثم تسير الحدث ولماذا بإجابة عن السؤال لماذا وقع هذا الحدث لماذا وقع هذا الحدث بالنسبة طبعا التمرين الموالي التمرين الموالي اللي هو عدنا تاني وثيقة اتنان إنما هو معروف عن شعوب بفترة ما قبل التاريخ في المغرب أن جماعات بشرية قد شغلت مع المغارات والملاجئ الصخرية لهذه المنطقة طبعا كانت أنشرة إنسان ما قبل التاريخ في المغرب متنوعة أهم وزراعة الحبوب وتسجين بعض الحيوانات مثل الضأن والمائز والخمزير والكلب وقد عمد الإنسان إلى ممارس القنص والصيد نعم أعيد قيارات الوثيقة إنما هو معروف عن شعوب بفترة ما قبل التاريخ في المغرب أن جماعات بشرية قد شغلت المغارات والملاجئ الصخرية لهذه المنطقة كانت أنشرة إنسان ما قبل التاريخ في المغرب متنوعة أهم وزراعة الحبوب وتسجين بعض الحيوانات مثل الضأن والمائز والخمزير وقد عمد الإنسان إلى ممارس القنص والصيد إذن السؤال أحدد مظاهرة من حياة الإنسان القديم ينحدد مثلا السكان والأنشطاء الاقتصادية التي كان يمارسها إذن سنحدد السكان والأنشطاء الاقتصادية التي كان يمارسها يمارسها إذن بعد ما تجيبونا الأسئلة لهذا النطروحة طبعا قارنوا بين إجاباتكم والإجابات لسأمدوكم بها الآن طبعا ها هي الإجابة لنا بالنسبة للستماني رقم واحد تقوم منهجية المؤرق على ثلاثة عمليات فكرية طبعا قارنها التعريف بالحادثات تفسير الأحداث وتركيب السرد طبعا التاريخي إذن هذه العمليات الثلاثة التي طبعا الفكرية التي ينهجها المؤرع قلنا التعريف بالحادث التي التعريف طبعا بالحادث تفسير الحادث طبعا هنا سنمر إلى التمرين الثاني بعد ما قلنا الواثقة إذن التعريف بالحادث هذه الحادثة تعلقها بالحادثة المسيرة الخضراء زمن وقوعها هي 6 نوانبير لم يكن كتوبة 6 نوانبير 975 مكال الحادث طبعا هي نحو الجنوب الجنوب أيضا في الصحراء المغربية الفكرة العامة طبعا هذه الفكرة أيها المغرب نظم المغرب في 6 نوانبير المسيرة الخضراء إذا نظم المغرب في سنة سنوان بير المسيرة الخضراء نعم تفسير الحادث قلنا الحادث هو استرجاع الأراضي الصحراوية المغربية استرجاع الصحراء المغربية لماذا وقع الحادث؟ هذا هو السبب وقع هذا الحادث من أجل استرجاع الصحراء المغربية التي كانت مصعمرة النسبة لثماني الثالث إذن ثماني الثالث سنعود إلى السؤال قالوا أنهما أحدد السكن هذه السكن نحدد السكن إنما هو معروف عن شعوب بفترة مقبل التاريخ النجام المساريخ قال شغل المغارات والمناجئ الصخرية إذن المغارات والمناجئ الصخرية هذا هو السكن أجل اقتصادية كانت أنشط الإنسان ما قبل التاريخ في المغرب متأهمه زراعة الحبوب إذن هذا النشاط الأول زراعة الفلاحة زراعة الحبوب تجين بعض الحيوانات مثل الضأن والماعز والخنزل والكلب إذن تجين بعض الحيوانات ثم ممارسة القنص والصيد ممارسة القنص وطبعا الصيد ممارسة القنص والصيد إذن نعود إلى إجابة هنا قلنا السكن المغارات الملاجئ الصخرية حسب النص والأنشطة اقتصادية زراعة الحبوب تجين بعض الحيوانات طبعا مثل الضأن والماعزي والخنزل والكلب وهذا كان في النص أو الوثيقة ممارسة كذلك القنص والصيد ثم بعدنا ممارسة القنص والصيد هذا طبعا بالنسبة للتمين الرقم ثلاثة إذن أتمنى أن تكون قد استفدتم من هذه الحصة